السلام عليكم ورحمة الله نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة فيديو جديد وصفة جديدة زوينة رائعة بزف وصفة حصرية على القناة ديالي لانني انا اللي مصايبها وصفة كتعطين نتيجة 100% المفعول ديالها احسن واكتر من الوصفة ديال الكلف اللي سبق اللي اعطيتكم ديال الورد والبيض البلدي هذي النتيجة ديالها كتبان من الاستعمال الاول والطريقة ديالها طريقة خاصة بزف المكون الاساسي فيها او المكون الهام فيها هي اللوزة ديال ارغان هذي اللوزة ديال الحبة ديال ارغان اللي كتعطيها الشجرة ديال ارغان اللي هي هذي 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 اللوزة هذي هذي الحبة ديالها فاش كننهرسوها كنصبو في هذي اللوزة اللي ونريتكم هذي اللوزة منين غادي تشريوها غادي تشريوها من عند العطار وانا ينصبوها متلان ايا لكنتو في مناطق ديال ارغان وانا ينصبوها موجود حتى في هذي نواي اي مكان كنصبوها اما في المودن الاخرى قضيوها عند العطار يلال ما لقيتوش اللوزة هذي الحبة و اللوزة بقيه في داخل ديالها هذي اللوزة يكون عندك تقضر حصف نضيفه في البلاستيكا و نضيفه في المجمد و الحبة الخرية التي تكون مهرسة ستستطيع تحطيفه كيف تحطيفه بل ما تضيفه في مجمد البوله نضيفه في أي بلاسة ستبقى بحالة مزيانة طريقة سهلة و لكن ضروري من هذا الوزاة نضيفه في ملعقة نضيفه في ملعقة و اضيفه تقريبا كأس قل واحد شوية بقياس العنبة و نضيفها تبادل ليلة كاملة نضيفها تبادل ليلة كاملة حتى ترطاب اللوزة انا عندي واحدة خرافات لمجدها باتة ليلة كاملة تشرب شوية الماء راح نقص وكاتر طاب وكاتلق لنا واحد اللون شفتوا اللون كيفاش طرقه ما كيبقاش الماء ابيض وهي كاتر طاب كتنفخ شو اللون ديالها بحل بني بحل مكونات ديالها يتلقوا في ذاك الماء احنا ما غاديش نصفيها غا نسافدو من ذاك الماء وغادي نخوضو هاد اللوز ديال الارغان بالما ديالو غادي نتحنوه مكونات ساهلين والطريقة ساهلة ولكن نتيجة جدا رائعة اللي بنا تجربوها جربوها يعني مرة واحدة ديريها نهار الواحد نهار الول جربوها نهار الول فقط وشوفي النتيجة اللي ستعطيك من بعد كنت نتحنها بحال هكذا مزيان دروري ما تطحنها مزيان لاننا ما غا نصفيوها موالو بغينا نحنا دوك المكونات ديالها كاملين إلا كانت الماكينة ديالك او الطحانة ديالك ما تطحنش مزيان اعطيها الوقت اكثر شوفوا كيفاش كتجي كتجي بحل شكل دياله كتولي ثقيلة بحلة خامرة بحلة خامرة ملعقة واحدة ديال اللوز ما غاديش نديرها كاملة در تهم عكس ديال الماء باتت الليل كامل غادي نخد منها ثلاثة ديال ملاعق كبار فقط غادي نضيف عليها الحليب باودر او الحليب غبرة أنا كما كتعرفوا كيف ما معودكم دائما كندير هاد أبطاميل ولا اي نوع ديال الرضاعة اي نوع ديال الرضاعة ديال الرضاعة اي نوع كتشرين من الفرماسي الى ما كانش عندك ما يمكنش غا تشري الحليب هكدا باش ديال الوصفة لا انا هنا نضيفت جوج ديال الملاعق صغر ديال حليب ديال الرضاعة ادان غادي تشري واحدة ديال الحليب غبرة المكوين الثالث هو المميزينة 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 يحتاج كميه كثيره اخذت منه ملعقة صغيره وباقي قليه منه نخلط مزيان من بعد دبه نضيف الماء و النشا ضروري نرتبه نجعله نشا هو الاخر لان النشا يتقل لنا الخالط و لا تقلوا لا يجعل المكونات الأخرى تدامج مزيان من بعد اضفت ملعقة مملوئة كيف ما شفتو ملعقة صغيره ولكنها مملوئة تقريبا إلا كانت ملعقة ماشي مملوئة ندير ملعقة و ناسف إلا درتها مسطحة ندير ملعقة و ناسف انا درت ملعقة مملوئة هرامية صافي و غدا نخلط مزيان هدو هما النواشف هدو 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 الوصفة ولكن تيقون يا البنات راها وصفة رائعة غير انا غدا نقول لكم الطريقة مش غادي تستعملوها من بعد غدا نضيف واحد القطرات ديال الحامض او نصف ملعقة صغيرة إلا ما بغيتش ندير الحامض البشرة ديال كتيج بالحمض نديري العصر ديال طماطم نديري نصف ملعقة صغيرة تقريبا خسك نصف ملعقة صغيرة ديال ليمون الحامض ولا ديال طماطم نصف ملعقة صغيرة انا غدا نصف ملعقة صغيرة انا غدا نصف ملعقة صغيرة ماشي كتير انا بالنسبة لي البشرة ديالي عادية ورغم ذلك الليمون الحامض ما كديري لا تهيوج لوالو كوافق للبشرة ديالي نصف ملعقة صغيرة ديال عصر دليمون الحامض تقدروا اللي ما كيوافق لاش الحامض ندير العصر ديال طماطم نصف ملعقة صغيرة صفية ديال وصفة ديالنا وصفة رائعة بكل ما الكلمة من معنى وكيف ما قلت لكم هاد الوصفة مغتصيبوهاش في اي قناة من القناوات ما كاناش في اليوتيوب ويلا بغيتوا تأكدوا ديروا مثلا دخلي اليوتيوب وكتبي ارغان مثلا لوزة ارغان وتصفية البشرة ولا لوزة ارغان ماشي الزيت ديروا لوزة ارغان وتصفية البشرة ولا توحيد اللون ولا الكلف هاد المكوه الاول اللي بقالي ديال الوز ديال ارغان مطحون في الماء ما غاديش نرميه هاده غاديش نرميه هاده غادي بقى كيف ما هو غادي نديرو في التلاجه غادي بقى حتى عشر ايام انتم ما فاش غادي رو هاد الوصفة غادي تعجبكم بزيف 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 وغادي ترجوعو تزيدو شوية الحليب وشوية الحليب وشوية الحامض سوف تكملوا هذه الوصفة سواء الجسم كامل أو غير البشرة الوجهة طريقة لكي نفعل هذه الوصفة هو أننا و لابد من نكونوا غسلين إما درنا دوش و حكينا النات الوسخ و إما نفعل تقشار سوف نفعل هذه الوصفة بأي ديك و بحلقة بشيشيته و لابونجه اللي بغيتي سوف تحاولها باش تديرها ساميكا شوية يعني غليظة تديري كوش فوق كوش و تخليها غدا تبدك تنشف محدة هي كتشرب و غدوز واحدة خمسة دقيق مقاية تماسي فيها بخمسة دقيق بخمسة دقيق حتى تكملي نصف ساعة راها كتعطيك واحد النتيجة رائعة سور بلاس يعني في اللحظة في الاستعمال الأول وهذا الوصفة راك تقدري تستعمليها يوميا هي من الاستعمال الأول كتبالك النتيجة الشيء اللي غدي شجعك باش أنك تبقيت المكونات ديالها سهلين باش غتشرب في المرة الأولى إلا ما كانوش عندك غيب قوى عندك في الدار إذا غتقدري تستعمليها يوم على يوم على يوم راه النتيجة ديالها رائعة قد ما استعملتها قد ما غتشجعي باش تعودها تقدري تديرها في أي منطقة في الجسم ديالك والجميل أنها كتحيد حتى دك الدكونية اللي كتكون ضايرة بالفم كتحيد لهالة السوداء تقدري تديرها فوق العين وتحت العين ما خفتيوان وغير ما تدخليهاش العينك تديرها لأي منطقة في الجسم ديالك المناطق لك تكون عدنا بينه المناطق لك تكون مستورة في أي منطقة النتيجة ديالها رائعة 100% البنات بغيتكم تديروا هاد الوصفة بالضبط ديروها وديروها بالطريقة اللي قد لكم أنا كاتمصي من بعد خمسة دقائق خمسة دقائق كاتبقية تمصي فيها وغدي تشوفوا النتيجة ديالها غدا تكون رائعة بغيتكم تديروها ودرجعوا لي في التعاليق وتقولوا لي واش عجباتكم ولا لا نتمنى انها هي اللي قدرتها وعجباتكم تديروا لي لايك وتشجعوني باش نزيد في هذه القناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة